تتحضر طرابلس بحماسة للمشاركة في تحرك السادس من حزيران في ساحة الشهداء تأكيداً على استمرارية الثورة هكذا يتجمع ثوار طرابلسيون استعداداً للتحرك الثوري الموعود في ساحة الشهداء كبير حيكون، ما فينا طبعاً نحدد العدد ولكن تجاوب كبير جداً لأنه هي عم تعني تأكيد لاستمرارية الثورة مرة أخرى هذا التحرك كما سبقه من تحركات عديدة يصر ثوار على رفع شعار كل يعني كل ضد كل المنظومة السياسية إلا أن خلافاً وقع بين الثوار حول أولوية الشعارات التي سترفع البعض يصر على ضرورة تطبيق القرار 1559 الذي يعمل على نزء السلاح غير الشرعي في لبنان بينما اعتبر آخرون بأن مطلباً كهذا ليس في التوقيت الصحيح وليس من أولويات الشعارات ثورة 17-20 عم نشوف في عيوننا عم يصير تهريب مزود تهريب طحين تهريب مصاري تهريب كل شيء تبعنا بدي فهم شغلة مين مغطى هيدا التهريب هيدا التهريب مين مغطى نحنا عم نرأب عم نشوف على التلفزيونات عم بيقولوا عم بيتهرب عن طريق المناطق المحسوبة على فريق معين وهيدا الفريق يلي هو اسمه حزب الله السلاح هو هو اللي واقف صد منيع بوجه تحركاتنا من وراء ضغطه وترهيبه للشعب اللبناني الكل مدعو الكل اللي شارك أول مرة ينزل ويشارك لأنه خلص وصلنا على الحديدة يعني الشعب اللبناني أكتر من نصفه صار تحت خط الفقر وللعسكريين المتقاعدين حضور في التحرك نحن نازلين بشكل لوحدنا نازلين ببوسطة يا وزارة الداخلية يعملوا معروف حقنوا الدم اليوم عبكرة نحن متأكدين هوا شرطة المجلس لأنه هالجماعة ميليشيات جايين من ميليشيات هدال عبكرة بدون يفتعلوا مشكل مع السوار كل التباين في الأفكار ما بين الثوار ما هو إلا دليل على ديمقراطيتهم وانفتاحهم على كل الآراء ويبقى شعار كل يعني كل هو الشعار الأول والأبرز الذي يجمعون عليه غسام فران صوت بيروت انترناشنال